المباراة كابتن هينيو وجاياردو وكو كولر الاثنين مدربين اثنين مدربين على اعلى مستوى اذا كنت بتكلم على واحد من امريكا اللاتينية واحد من الكبار المدربين اللي موجودين في امريكا كلها يعني في الجزء امريكا الجنوبية ده والارجنتين والجزء ده كله وبالتالي هذا الرجل نجحته كبيرة جدا عشان كده استقدمه نادي التحاجات ده بعد نونو سانتو لانه نادي التحاجات ده فقد عدد كبير من النقاط في اخر المباراة والخلافات اللي كنا سمعينها ما بين نونو سانتو وكريم بنزيمة وبعض اللاعبين وبالتالي نادي التحاجات ده جاب المدير فني كويس جدا 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 وعلى اعلى مستوى الحقيقة على الجانب الاخر لما تيجي تتكلم عن كولر واحد من افضل المدربين اللي لم يكن الافضل في افريقيا خلال هذه الفترة واحد من المدربين اللي لهم دور كبير جدا مع النادي الاهل خلال الفترات اللي فاتت عدد كبير من البطولات في وقت قليل وبالتالي مدرستين مدرسة ارجنتينية ومدرسة سويسرية هنشوفها خلال الايام القادمة اكيد ما فيش شك ان كولر كمان الموسم اللي فاتحة النجاحات وعمل موسم السسنائي مع النادي الاهلي ويمكن ترشح لجائزة افضل مدرب على مستوى العالم في سكر او جلوبال سكر دي يعني فيه استفتاء عالمي فده دليل ان طبعا عندنا مدير فني على اعلى مستوى بعد رحيل نانو سانتوس طبعا من اتحاد جدة مدرب ارجنتيني بمدرسة مختلفة رغم ان هو يعني يعتبر مش كبير او لكن حقق القاب كثيرة جدا جدا مع النادي ارجنتيني تقريبا حصل على ريفر بلات حوالي 42 لقب ده رقم كبير جدا جدا وبالتالي عنده طموحات انه يثبت وجوده فيه طبعا الشرق الاوسط وخاصة السعودية اللي بتمر طبعا بطفرة على مستوى الرياضة 14 لقب اه 14 لقب 14 لقب ده رقم كبير اعتقد السن لا يتجاوز 45 سنة بيقدم مستويات جيدة جدا وشفنا المباراة اللي فاتت امام طبعا اوكلان سيتي وعامل مباراة جيدة جدا فمنتظر ان شاء الله بكرة نشوف مباراة يعني خارج الخطوط ما بين كولر وما بين هذا المدرب الارجنتيني وحنشوف تقرير يعني عن طبعا المدرسة اللاتينية امام المدرسة الاوروبية